بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا بحضراتكم عزيزي وده حدنا من ساعة ما تكلمت على حوار حيثم حسن في نزالت وفيه مسألت لك ده بيفطس في الراجل معيني بصراحة يعني ما فطس شو يعني بالعكس أنا حبيت أفطس فيه كنت أفطس فيه وعلى فكرة نعرف أنك فطس فيه ده بالنسبة لأخونا تاتحية تونس تعالى عايزك بس في النصيحة أخواني لو عايزت تقايم لعيد كرة تقايمه بالأرقام مش بالحب ولو عايز تتكلم في كرة الكرة دولتي بقت أرقام يعني مثلا روح دور على هيسم حسن الأرقام بتاعته مع في ريال كانت عامل ايه مثلا وروح شوف مثلا هيسم حسن نجح في الاندية اللي تم اعارته لها من في ريال ولا لأ ده مبدايا يعني وعايز تتكلم على دور هيسم حسن في صناعة اللعب ودور هيسم حسن في التسجيل بما أن هيسم حسن الراجل بلعب راية وينجر روح مثلا ندور على حسائيات بتاعته على 3-0 ماركت لو انت متابعتوه ازاي هتعرف ان الراجل لما أغز يعني اللي حسائيات بتاعته بتقول حاجات ما تعجبش بعض الجمهور ده مبدايا اما بالنسبة لكسة الفيديو اللي انا عملته على هيسم حسن ودفدول المنتخب تونس على منتخب مصر مبدايا يعني قبل منه الكسة بتاعتها يا تونس هتحدك تروح تجيب تصريح هيسم حسن اللي قال في ان انا بحب مصر و تونس وان انا كنت مختار تونس من الاول مش نقص اقص لما أغز يعني في 20-20 كابتن واي الجمعة كلم ابراهيم فاي والفيديوهات اللي لسه موجودة وقال له هيسم حسن قال له هيسم حسن احنا كلمنا والده والده قال له ابن هيختار ما بين فرنسا وما بين منتخب مصر ده لما أغز يعني فمبدئيا بس حتة ان الراجل اختار تونس واختيار القلب دي انا عارف ان هي بتجيب شوية المتابعين حلوين بس فكت من الكلام الحمضان ده مبدئيا الولد كان يبيض على ان يجيله دعوة من منتخب فرنسا ده مبدئيا يعني ثانيا قصة منتخب مصر ومنتخب تونس بالنسبة للولد وولده مش فرقة كتير لان لما أغز هتلعب في نفس القرية هي ولما أغز بعد ما الولد بسم الله نجح نجح باهر في تجاربه الكتير في عالم كرة القدم اللي من خلال فيا ريال كان بيلعب مع فيا ريال فريق تاني وبيتصعر فريق اول ويتعار وبعد كده يرجع فيا ريال ويتعار تاني ولحد ما لعب في الدرجة التانية دلوقتي مع سبورتنج خيخون او سبورتنج خيخون الارقام بتاع تناوعا ما سيئ فقصة منتخب فرنسا بقى لما يطول حالة بدويدنه ده مبدئيا يعني قصة ان الولد حيقدم اضافة اولاء لمنتخب تونس انا احترمت بياري جدا لما قال ان منتخب تونس اكبر من عيسام حسن ولكن الولد مستقبلا ممكن يلاقي نفسه مستقبلا ممكن يقدر يعمل حاجة هي دي لحكاية عيسام حسن والقصة سهلة جدا هو بسيطة الرجل منتخب مصف كان بتتكلم معه على ان هو يجي الفريق الاول وقت كابتن واي الجمعة ووالده كان بيماين وبعد كده نفضوا له الكلام ده لما كان موجود في لاليجا يعني لما كان موجود في لاليجا مع فريق فيا ريال الفريق الاول في الدور الاسباني وكان ساعتها شارج تقريبا مباراتين او حاجة من كده لما هو غزعني بعدها منتخب مصف وما طلبوش تاني غير كابتن واي الريوتشيتوس في كاس اهم الافريقية تحت 23 سنة واتا تم المناداء على فكرة ان احنا عايزين نجيب عيسام حسن علشان خطر ما عندناش محترفين كتير في المنتخب الولمبيين والقصة عيسام فشلت لما لقى الراجل منتخب الولمبيين اما موضوع منتخب تونس ما يحلمش ان هو هنضم منتخب تونس بإحصاياته وارقامه دي ده لو انت عايز توطع في الراجل لو عايز تتكلم مع الراجل كاركام وكإحصايات الدنيا بالنسبة له مش هلو اخارس بس هما في تونس والتونس همشين معاب مبدأ اللي هو اي حاجة احسن من الناس اللي موجودين في الدورين احسن من الناس اللي موجودين عندنا في الدورين الكلام ده مش هياجب حد بس الكلام ده معلش يعني معلش يعني كلها عارف بعضها وما مش معنى ان انا تلقيت العين تموتك وهزر في هنا في القناة ان لما وزعني اي حد يجيلك يقولك ده تعبان نحن مشتونا هزر مع بعض وكلها عارف بعضها وكلها عارف الدينا ماشي ازاي وكلها عارفة مين التعبانين ومين المطيباتية فالجاب الفكسان ده ان ها بعضونا عنهم اتمنى النجاح لهي سايم حاسم اتمنى النجاح للراجل انا ما attendيش مشكلة مع الراجل اتمنى الراجل اتمنى الراجل ار اłęبا velocityczenia طموحات التوانسة لأنه تنصب عندهم طبوحات كبيرة بعد العيبة اللي تنضم المنتخب تونس وبالنسبة لأخونا أنا بتحديك أنك تجيب لي التصريح هيسم حسن على أنه هو بيحب تونس واختر منتخب تونس قبل منتخب مصر وأنا والله العظيم هبطلن أخبار الكرة التونسية وهبطلن أتكلم على تونس وحسيب لك الملعب وأخذها